بسم الله جيت وعلى مندي صليت وبحكاية طاجين الملوك القسنطيني جيت حكاية طاجين مصنوع بالباكور وشكون كان يأمن بالطباخ الملك القسنطيني يتجيه فكرة جهنمية كما هذا الملك في القسنطينة في هذا الوقت كان حقار وكان يتنارفه ومشار وجيعان وكانت الماكلة إذا ما تعجبوش يقتل الطباخ وش حال قتل من طباخين ما عندي ما نقول لكم في يوم من الأيام جاه طباخ عبقاري من هار اللي جاه هاذ السلطان ولا رزين وثقيل وتهدد تبدل تطبعه من الماكلة الزينة اللي طيبها سيدي عبدالله وفي يوم من الأيام الملك قال لهم راهم جايين يزورونا ملوك من جاه ولايات الزاير العزيزة ماذا بيكم توجدونا وليما وماذا بيكم تذوقوهم ماكلة ما كانش اللي كلاها من قبل وإذا ما نجحتوش راني رايح نطير ريصانكم جاه وخافوا الطباخين والطباخ بتاعنا العزيز قاعد يخمم في فكرة في بال أي إنسان الباكورو قسمو وحشاه بعجينة اللوز ووجد لحم في مرقة حلوة ومالحة وقدموه للملوك من بنته ما لقاوا ما يقولوا وحاروا في هذا الطباخ اللي أبهرهم بماكلة عمرهم ما شافوها ومن هنا بدأت حكاية طاجين الملوك كنت تعرفوها ترجمة نانسي قنقر